مرحبا وأهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة الجديدة من قناتكم قناة ليبانون فورتك طبعا تأخرت عليكم باعتذر منكم لمشاغل كثيرة محطيتم باري على الانستغرام اه ستوري بمناسبة حسابي على الانستغرام موجودة هلا عم وتشوفوه بتمنى منكم او كل المشاهدين يتابعوني على الانستغرام لمزيد من الدعم الاستوري او القصة كانت بتقول انه فيكن تعطوني التطبيق او شو التطبيق الممكن نحنا نشرج او نعمل اعادة تعبئة خطنا من البيت من دون ما نروح على اي محل او نشري كارت اه اعادة شحن لها هواتفنا وكمان اه متل معروف معروف بلبنان ان فيش اسمه تشريج ايام اهلا از انت من لبنان عم تحضرني فانت عم تعرف شو انا عم بعني وهيدي باعتذر كمان مرة تاني هاد الحلقة شوي بتخص اكتر الاشخاص موجودين عنا بلبنان الاغلبية جوابوا خطأ صراحة فيه شخص منهم جواب صح الفكرة الاساسية هي من خلال تطبيق اسمه واش هذا التطبيق بيخليك تشرج اي اه تريفونك ايام او دولارات مثل ما بقولوا او حتى تشتري بطاقات جوجل ستيم بلاي ستور اصاص كتيره فيك حتى تعيد اعادة تعبئة خطك الاماراتي يمكن من شركة اتصالات وغيره خلينا نتعرف على هذا التطبيق بشكل سريع اول شي الرابط موجود بوصف الفيديو موجود بجوجل بلاي بالمناسبة بس اتخل على هذا التطبيق انا شخصيا حاطت رمز سري طبعا فيك انت تحط رمز سري حتى ما حدا يستخدمه يغيرك راح داخل الرمز السري اوكي التطبيق بيحتوي على لغتان انا حاليا حولته للغة العربية بس لحتى فرجيكم القوائم لكن اذا انت حابب تعمل بلغة انجليزية من خلال الاعدادات اختيار اللغة بتحول للغة الانجليزية القوائم الموجودة امامنا للأسف منا معربة لكن هجرب ساعدك فيها طبعا تعبئة الرصيد معروفة انت بس تفوت على التطبيق ما راح يفتع معك بهذا الشكل راح يقل لك حط رأم جوالك راح توصلك رسالة لحتى تعمل تفعيل ملكانك عم تعمل تفعيل الواتساب بصير عندك اكاونت بهذا الشكل عندك رأم حساب واسم الحساب ورأم هاتفك القوائم موجودة عندنا تعبئة الرصيد فيك تدفع تروح تحط بحساب فيك تحط بحساب هايدي الشركة بالبانك حطيناك هني قوائم للبنوك اللي بتعاملوا معه هليني فرجيك هايدي البنوك اللي هني بتعاملوا معه فيك تضيف مصاري بحسابهم هني بتفولك يهن على حسابك بهذا التطبيق وطبعا بتصور الإيصال البنك من خلال هيدا الخيار ايضا عنا المراكز القريبة اللي تقدر تشحن لك رصيدك فيك تضغط عليه واشوف المراكز القريبة منك لتشحن لك رصيدك وايضا فيك تضيف بطاعة ائتمان يعني فيك تشحن رصيدك من خلال بطاعة الائتمان اللي انا الشي جربته وحياخده على كل إضافة مبلغ 3% طبعا مبلغ كتير بسيط اوكي الخوامل الأمامنا هي ريتشارج فينا نعبي موبايل انترنت عادة شحن يعني انترنت موبايل والأب ستور و جيمز في عنا ساند فينا نبعث دولارات فينا نبعث فالت داي يعني فينا نبعث أيام وفينا نشرج ألفا باندلز ايضا وفينا ندفع الموبايل او فاتورة الموبايل فوم بيل اذا كان خطنا ثابت وايضا فينا نشرك بالا اي دي ام انترنت للأشخاص اللي بهمهم انه يقدموا طلب لدي اسأل ع شركة اي دي ام خلينا بشي المهم نشوف الفون هيدا الخيارات اللي امامنا بتشوف انه كيف عندك كل الخطوط والمتما قلت لك في عنا اه شركة اتصالات في عنا شركة في عنا شركات تانية في عنا شركة زين الاشخاص اللي هني برات لبنان بيعرفون ايضا عنا الانترنت فينا نشتري بطاقة انترنت اذا كان عنا الشراك دي اسأل ايضا فينا الابس اللي بظن هدا حتستفيدوا منه كتير الكل كان يسأل انه اه شو بدنا نعمل 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 نشتري جوجل بلاي هالقصة صار فيك تشتريها دغري عندك الاي تونز جوجل بلاي فيسبوك امازون اي باي اه سكايبي نتفلكس وكتير اشياء تانية اه الجايمينج فيك اه الستيم فيك البلاي ستيشن او بلاي ستيشن ستور كتير اشياء متما شايفين يعني صار في عندك خيار انك اه تشتري كارت وايضا تستخدمه بكل بساطة مدون ما تروح وتدورهم في وين بيبيعوا بطاقات يعني كامل عنا فونبل ما هفوت محاقف شرحها لانه هي واضحة لكن المهم انه عندك اوكي هاي دي الرصيد حاليا زيره انا ما هادفع هلا ما اشتركت من قبل فيك تبعات ثلاثين يوم مثل ما نك شايف بس ايام فيك تبعات ستين يوم وفيك تبعات مئة وتسعين ومئة وتمين لغاية ثلاثين وستين يوم لغاية السنة حقهم اه مئة وعشرين دولار اذا انت بدك تشترك او او تعبي خطك التاتش بين قوسين بس التاتش ايام على ثلاثين يوم كم واحد بدك او كم كارت بدك انا بدي واحد عشرة دولار بضغط على سنت فلتي ديت حيقل لي حط رقمك لو انا حطيت رقمي هارجح فرجيك كيف هايقول اشحن طبعا رح تطلع لي رسال انو انا ماني عندي رصيد بس يكون عندك رصيد رح يتم شحن جوالك او شحن خطك بثلاثين يوم لامدة شهر طبعا بيرزعبول انو الاشخاص الليبنان رح يفهموا عليا وبس في شغلي كم تركز عليا انو بس انت تشحن رصيدك يلي من خلال تعبئة الرصيد بطاقة الاعتمام كما انا عملت بدك خمس دقايق ليظهر الرصيد بحسابك فما تكلهم اذا انت حطيت مثلا 10 دولار او 20 دولار فبدو انشي خمسة اللي حطي يظهروا برصيدك انا شرجت خطين 20 دولار يعني يفرجيني انو كيف انا بطريقة سكسفول فانا قدرت شرج خطين عكل 10 دولار تقريبا بياخد 30 سنت يعني اذا انت حسبتها ستكون ارخص من اي محل برا انت فيك تشرج من خلال قائمة الاعدادات بتفعل خيار بتفعل خيار التغيير الرقم التعريف الشخصي انت مرح تكون مفعلي عندك بس تفعلها بتدخل الرقم وفيك تغيره اذا اضغطت عليها مرة تانية الاجهزة المستخدمة بفرجيك كم جهاز عم يستخدم هيدا التطبيق بنفس حسابك ايضا فيك اللغة مثلا تستخدم الطابع على حدا تعمل print out او طباع على الوصل اللي انت او الفاتورة اللي حيتبحث لك اياها انك انت اشتريت من عندهم والاشعارات بتشوف الاشعارات ومعلومات اضافية بتتعلق بتطبيق نفسه ارقام الشركة اللي مصنعها فيه عندك اسر واجوة بيحطوا ارقاها بسية للأسف باللغة الانجليزية منخ قبض المحاسبة بيفرجيك عندك الرصيد المشتريات الاسعار وكل هيدا الامور وعندك سجل الحسم سجل الحسم بيفرجيك وين فيه عروض مرات انه بيعملوا عروض مثلا شرج عشرة دولار خود كذا وهالأساس بس فرجيك شغلة بالنسبة لموضوع الايام الارتايم هنفترض انا حطيت رقم معين اوكي قلت له انا بدي بعت له بقليه هو في اكتبات من الواحد للعشرة قلت له دبعت عشرة دولار عشرة دولار السعر طبعهم متلهم تلاحظ تلاحظ ثمانة فاصلة خمسة دولار يعني ثمانة ونص اذا انت بتدفع ثمانة ونص راح تربع عشرة دولار بحسابك بس هيدا كان كل شي لا هيدا اليوم فرجتكم تطبيق الوج ياللي منقدر نعمل من خلال اعادة تعبئ على خطوطنا بلبنان او حتى برات لبنان نحن وقاعدين ببيتنا اي اسئلة عن تطبيق اكيد فيكن تسألوني اياها بصندوق التعليقات انا محمد بشوفكم بعلقات جديدة الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر